وحده يتجول التاجر محمود الامقية داخل مركزه التجاري المخصص لبيع الأجهزة الكهربائية فلا زبائن ولا حركة شرائية لا بضائع متوفرة ولا معابر مفتوحة لدخولها فبضاعته محجوزة منذ ثلاثة أشهر لم تسمح إسرائيل بدخولها عبر معبر كرم أبو سالم المفتوح إلا لعدد قليل من البضائع منع يكبد التجارة خسائر كبيرة مع مرور كل يوم وهو ما دفعهم لتسريح عمالهم والتفكير في إغلاق مشروعاتهم نهائياً لوقف نزيف الخسائر اليوم الحركة شبه معدومة في السوق بسبب قلة البضائع بسبب إغلاق المعابر بسبب وضع الاقتصاد السيء للناس وضع الاقتصاد ما أجل قبل هيك على غزة ما فيه حركة بيع وشراف السوق شبه معدومة ومع انتهاء العدوان على قطاع غزة لا تسمح إسرائيل إلا بدخول ما نسبته ثلاثون بالمئة من البضائع وهو ما أحدث شللاً كاملاً لألاف المحال التجارية كما تقول وزارة الاقتصاد وزاد من حجب معاناتهم في سياسة ابتزاز تعيد المشهد لبدايات فرض تشديد الخناق على القطاع ما هو ممنوع فهو أكثر مما هو مسموح حيث أن هناك مواد البناء بشكل عام لا تدخل الأسمنت الحديد الشيد كل ما يخص البناء أيضاً لحتى هذه اللحظة الزجاج الألمونيوم الجبس الأجهزة الكهربائية وتتحكم إسرائيل في الصادرات والواردات دون أي مبرر في وجه شريحة اقتصادية منهارة لا تستطيع النهوض أصلاً وتتلقى كل يوم ضربات قاسية يدفع ثمنها التجار هنا مخاوف كبيرة لدى التجار من استمرار اجتداد الحصار وانعكاسه عليهم وهو ما يهدد بإغلاق محالهم خلال الأيام القادمة إن استمر الحال على ما هو عليه الآن محمد دعور الغد غزة فلسطين